وانتهى المسم اللي فات بعد ما قدر صاني اخيرا انه ينقذ ابنه هنري لكن للأسف في المقابل خسر مراته فيل وفي المسم الثالث بنشوف صاني قاعد مع ابنه في عربية بعيدة عن كل اللي بيحصل بس لما بيصحى من النوم بيلاقي ابنه درجة حرارته عالية جدا علشان كده بيقرر انه يدخل للاراضي الوعرة ويشوف حد يعالجه اما الارمالة بنشوفها على حدود الاراضي الوعرة بتقابل مون بما انها في حرب حاليا وتلدى سباتها بتبقى عاوزة مساعد ليها وبنعرف ان البرونة الوحيدة اللي لسه فضلة هي تشاو ودي تعتبر اقوى البرونات لان اعداد جنودها كتير جدا لكن مون بيرفض ينضملها وبيعمل معاها زي معمل معصاني بيقول لها توجه فكتال حالا ولو قدرت تتغلب عليها ينضملها ويكون دراعها اليمين فبتوافق الارمالة وبتبدأ على طول انها تهاجمه وعلى الرغم ان مون خسر ايده الى ان قوته بتبقى رهيبة برضه لكن بخبرة الارمالة بتقدر انها تتغلب عليه وبكده بينضملها مون وبيتفق انه يرجع معاها للاراضي الوعرة في الناحية التانية جوال غابة بنشوف عربيات الارمالة متجهة لمنطقتها لكن فجأة بيظهر مجموعة من الجنود البنات يهاجموهم ولما بتكشف القائدة بتاعتهم عن وشها بنعرف انها تلدة ودي هي وجنودها بيخلصوا على كل الحراس وبيسيطروا على العربيات المفاجأة بقى ان باطجي بيكون اسير في واحدة منهم وبيطلع ان جنود الارمالة لقوه وكانوا راجعين بيه للحبس وبنشوف ايم كي في المسم ده محبوز جوا بيت الارمالة واللي اول ما بترجع للبيت بتدخل تتكلم معاه وبيطلع انها بتعمل عليه تجارب حاليا غزبة عنه بتحاول انها ترجع له قوته الظلامية تاني بحس تستغله في الحرب لكن لحد دلوقت مفيش ولا تجربة نجحت كل اللي حصل ان ايم كي زي ما يكون تحول لشخص تاني وده لانه بيبقى فاكر ان صاني وكل صحابه تخلوا عنه وبعد ما الارمالة خلصت معاه كلام بتحبسه تاني وبتمشي في نفس الوقت بنشوف ليديا وبنعرف انها قائدة مخيم للاجئين كل البشر اللي اتضرروا من الحرب بيجوا يستخبوا عندها بما ان المنطقة محايدة المفروض انها امان وشوية وبتوصل تلدا وجنودها بالعربيات اللي سرقوها للمكان وبنعرف ان المجموعة اللي شكلتها تلدا اسمهم الاراني بالحديدية دول زي قطع طرق كده بيسرقوا من البرونات وبياخدوا كل اللي بيسرقوه يدول الناس اللي في مخيم ليديا بس لما ليديا بتعرف انهم حرروا سجين للارمالة بتقول ان الموضوع خطر علشان كده بتطلب من تلدا وجنودها انهم يمشوا من المخيم مؤقتا وكمان ياخدوا بطج معاهم لانهم اكيد هيدوروا عليه وبالصدفة بيوصل صاني لنفس المخيم اللي هم فيه وده لما بتشوفوا الدكتورة مساعدة ليديا وبتعرف ان ابنه تعبان بتاخدوا معاها بس حتى لما بتكشف عليه بتقول ان عنده حم غريبة وبتطلب من صاني انه يخرج لبرة شوية علما تحاول انها تنزل درجة حرارته فبيخرج صاني على برة وكالعادة بيلاقي بطج في مشكلة بيبقى مديون لاشخاص وعلى وشك انهم ياخدوا منه البصلة فبيتدخل صاني ينقذوا وبياخد البصلة وبيعودوا هم اللي اتنين يتكلموا وبنرجع للدكتورة اللي بتقرر تاخد نقطة دم من هنري وتعمل لها تحليل لكن فجأة اول ما بتجرحه بتتصدم وبتوقف اللي هي بتعمله وبعد ما صاني وبطج حكوا كل حاجة لبعض بتشوفهم ليديا ومرة واحدة بتيجي الدكتورة لصاني وبتاخدهم معها للخيمة ودي بتقوله انها كانت بتحاول تسحب دم من ابنه لكن فجأة اول ما تجرح عينة حولت للون الاسود طبعا صاني بيفهم على طول ان ابنه جواه كوة ظلمية فبيتكلم معاه وبينجح انه يخليه يرجع لطبيعته ولان القوة دي سبب تعبه صاني بيقول انه لازم يدور على ازرة لان اكيد هناك هيقدروا انهم يعالجوه او يخلصوا من قوته لكن بطج بيقوله ان ازرة دي عبارة عن خرافات وبيطلع انه كان بيحاول يتواصل معاهم اخر المسم اللي فات وفضل مستنى ردهم اكتر من شهر لحد ما فقد الامل وعلى حدود الاراضي الوعرة بنشوف قبيلة دخلين من الصور الغريب ان قائدهم بيبقى معاه نفس بصلة صاني اللي عليها علامة ازرة لقوا بيقول كمان انهم اخيرا قربوا يوصلوا الوطنهم بس قبل ما يدخلوا وسط الاراضي الوعرة بيعدوا على نقطة تفتيش تبع البرونة شاو هناك القائد ده بيدى امر المساعدين بانهم يخلصوا على كل الجنود الصدمة بقى ان الاتنين دول بيبقى عندهم كوة ظلمية بس على عكس ام كي بيتحكموا فيها زي الرهبان وخلال ثواني بيقدروا بكل سهولة انهم يخلصوا على الجنود بعدها بيرجعوا للعربيات هما التلاتة مع القبيلة وبيكملوا طريقهم ومن كلامهم بنعرف ان القائد ده اسمه بيلجرم والساحرة اللي معاه واللي بيدلوا على كل حاجة اسمها كيريسيدا اما مساعدينه الاتنين اللي عندهم كوة ظلمية هما كاستر والبنت اسمها نيكس وبعد كام ساعة بيوصلوا للمكان اللي بتشاور عليه البصلة واللي بيبقى عبارة عن مبنى صغير على جزيرة في وسط المية وده بتقول عليكي ريسيدا انه اول معبد ودليل على وجود ازرة وبنرجع لصاني اللي ما بيبقاش فاهم ابنه تولد بالكوة دي ازاي فبيقول له باطجي ان الكوة دي متوارسة يعني هنري اما ورسها منه او ورسها من امه وبما ان امه اهلها كلهم ما كانش عندهم كوة فاكيد مش هي وبيقول لصاني انه اكيد ورسها منه هو بما انه مش فاكر حياته اساسا وهو طفل وبالفعل بتأكد لدي على كلام باطجي بتقول لصاني ان اول يوم جابه فيه للحصن وهو صغير كان لابس سلسلة عليها علامة ازرة وعلشان صاني يعالج ابنه بتقوله على ساحرة كانت تعرفها ممكن تساعده وبتوري له دفتر خاص بابوها في رسومات للساحرة ودي بنعرف ان اسمها انكارة المفاجئة ان باطجي بيطلع عارفها اصلا لانها كانت مدربته لما كانت معلمة في الدير لأو بيطلع عارف كمان المكان اللي هي موجودة فيه حاليا علشان كده صاني بيطلب منه مساعدته في انه يوصلوا ليها بحسة انكز ابنه وبنرجع لبيلجرم وجنوده وهما بيعدوا من المياه للجزيرة هناك بيدخلوا للمبنى واللي بيبقى عباره عن مدحف مجرد مدحف من العالم القديم قبل ما ينهار عن الحيوانات وغيره ولسه مش واضح ايه اهمية المكان ده بالزبط بالنسبة لهم كل اللي واضح حاليا انهم بياخدوك مقر ليهم وجوه المخيم بيستعد صاني وباطجي علشان يروحوا يدوروا على انكاره وخلال ما هم بيتكلموا بتجي تلدا تعتذر لصاني في الاول صاني بيبقى متضايق منها وعاوز يقتلها لكن لما بيعرف انها ما بقتش مع الارمالة دلوقتي بيسبها المشكلة انهم فجأة بيلقوا مندخل للمكان بلبسه وجنود الارمالة زي ما ليديا توقعت بيبقوا جايين يدوروا على باطجي ولان هنري مع ليديا صاني ما بيقدرش يهرب فبتروح تلدا تاخد هنري منها علشان توصل هولو ولان ليديا مش عاوزة حرب بتطلب من مون ما يقزش اي حد وبتقرر انها تروح بنفسها تتكلم مع الارمالة وتقنعها ان ملهاش علاقة بالهجوم على عربياتها وفي الحبسة عند ايم كي بيبقى فقد الامل خلاص انه يتحرر ولانه تعب من التعذيب وتجاره بالارمالة بيقرر يخلص على نفسه لكن فجأة بدل ما يموت بيلقي نفسه جوه ذكرياته زي ما كان بيحصل معاه بالزبط لما كان في المعبد بس المرة دي بيشوف كل الاحداث على حقيقتها من غير تدخل من المعلمة وبرضو زي المرة اللي فاتت بيشوف امه بتتقتل بس الصدمة ان اللي بيكون بيقتلها هو صاني في اللحظة دي ايم كي بينهار وبيتعصب جدا وبسبب غضب وكويته بترجع تظهر وتسيطر عليه تاني في الوقت ده ليديا بتبقى وصلت مع مون لحصن الارمالة هناك بتحاول ليديا تقنع الارمالة ان المخيم بتاعها لسه محايت وان هي واللي معاها ملهمش علاقة بالهجمات اللي بتحصل على عربيتها بس المفاجأة ان الارمالة بتغير الموضوع تماما بتعرض على ليديا انها تنضم لها وتكون النائبة بتاعتها وبيطلع انها بتخطط لحكم الاراضي الوعرة بالكامل ده بعد ما تقدع على تشاو واي حد واقف معاها بس في المقابل بتطلب من ليديا انها تسلمها الارانب الحديدية وجوه المخيم واحدة من جنود تيلدا بتلاقي رسالة جاية لهم فبتروح بها لتيلدا على طول علشان تورها لها وبيطلع ان ليديا وفقت على عرض الارمالة بس برضو بعتت لهم رسالة تحذرهم وبتقول لهم يهربوا حالا لكن للأسف قبل ما يلحقوا يتحركوا جنود الارمالة بيبقوا حصر المكان فبتبدأ الحرب ما بينهم وبتقدر تيلدا انها تخلص على كل الجنود لكن بيظهر مون واللي بيبقى مشكلة بالنسبة لها وده بيقدر بكل سهولة يتغلب على تيلدا وبيخليها يغم عليها فبتدخل مساعدتها اوديسا تحميها على مباقي الجنود يهربوها لكن برضو مون بيتغلب على اوديسا وبيقرر ياخدها يستجوبها في حصن الارمالة والحصن حظ صاني وباطجي انهم بيبقوا سابل مخيم ومتجهين لانكارة وعلشان يعدوا من منطقة الارمالة بيبقوا متناكرين في لبس جنودها وسيقين واحدة من عربياتها لحد ما بيوصلوا لنقطة من نقطة التفتيش اللي على حدود المنطقة وعلشان يعدوا صاني بيقول للجنود ان الطفل ده مهم للارمالة ولازم يوصلوا لمعالجة بعد الحدود ضروري علشان تنقذوا فبيصدقوا الجندي لكن بيقولوا ان في مشكلة ومش هيقدروا يعدوا اصلا وده لان جنود تشاو متمركزين وبيقتلوا اي حد يقرب منهم ولان صاني مضطر يشوف حل للمشكلة بيسيب هنري مع دكتورة في المكان وبالفعل لما بيوصل لحدود المنطقة بيلاقي مجزرة اي جند تبع الارمالة حاول انه يعد المنطقة دي بيموت في ساعتها فبيقول صاني للجند ده انه القائد بتاعهم من دلوقت وبيفكر في خطة معينة وبيقرر انهم يساعدوا في تنفيذها وجوه الحصن عند الارمالة ليديا بتلاقي تلدا وقفة وراها بسكينة ودي بتبقى على وشك انها تقتلها لانها عارفة ان اكيد هي اللي بلغت عنهم فبتقول لها ليديا ان ده كان الحل الوحيد قدامها علشان تساعد الناس غالبا كده بتخطط انها تفضل جنب الارمالة لحد ما ييجي الوقت المناسب وساعتها تخلص منها هي كمان وتنهي وجود البرونات في المنطقة فبتقتنع تلدا بكلامها وبتقرر انها ما تقتلهاش في نفس الليلة بيبدأ صاني تنفيذ غطته وبمساعدة كم جند معاه من جنود الارمالة بيقدروا انهم يشتتوا انتباه جنود تشاو لحد ما بيقدر صاني انه يدخل للمبنى ويقرب منهم المفاجأ ان لما صاني بيدخل للمبنى وبيشوفهم بيطلع هو جندي واحد بس واضح ان مهارته عالية جدا لانه قافل المنطقة دي بقى له شهر لوحده لكن على الرغم من كده بيقدر صاني بزكاءه انه يتغلب عليه وبعد ما خلص منه بيرجع ياخد ابنه هنري وباطجي علشان يكملوا طريقهم وبعد كلام تلدا مع ليديا بتقرر انها تدخل من بوابة الحصن وتتكلم مع الارمالة ودي بتعرض عليها انها توقف الهجوم على عربياتها بس بشرط انها تحرر كل اللي سجناتهم من اصحابها وتضطى لمتردتهم لكن واضح من كلام الارمالة انها عاوز تلدا نفسها تنضم لهم تاني وفجأة وهم بيتكلموا بيلقوا جندي مرمي من الشباك وبيطلع ان امكي بعد اللي شافه بقدر انه يتحكم في قوته وحرر نفسه وبسبب اللي الارمالة عملته فيه بيقرر اول حاجة انه ينتقم منها لكن قبل ما يقتلها تلدا بتوقفه ولما بتتكلم معاه بتخليه يرجع لطبيعته زي ما عملت في المسم الاول فبيسيب امكي المكان ويمشي وتلدا بتقرر انها تنضم له وبنروح لمنطقة البرونة تشاو وهي دخلة تتكلم مع مسجون عندها ومن كلامهم مع بعض بنفهم ان المسجون ده يبقى اخوها واسمه جيوس وسبب حبسها ليه هو ان جيوس بيفكر نفس تفكير الارمالة بيهرب العبيد من عندها وهاجم جنودها وعربياتها اكتر من مرة وده بتقوله تشاو انها جاية تعرض عليه حريته بس في المقابل لازم ينفذ لها مهمة ويقتل شخص معين وعلشان تجبره انه يوافق بتخلي الجنود يخرجوا من الحبس وبتهددوا انها تقتل كل رجالته اللي كانوا بيساعدوه واول ما بتبدأ قتل فيهم جيوس بيتطر يوافق بسرعة المفاجأة ان تشاو بتقوله ان الهدف بتاعه هو شخص اسمه بيلجرم في الناحية التانية بنشوف صاني معاه ابنه وباطجي بعد ما عدوا الحدود هناك في منطقة فاضية جدا بيقابلوا راجل عجوز فقد البصر وده بيعرض عليهم ياكلوا ويستريحوا عنده قبل ما يكملوا رحلتهم وفعلا بيوافقوا هما الاتنين وبيقضوا الليلة في الخيمة عنده الكارسة بقى اننا بنشوف الشخص ده بيحطوا لهم حاجة في الاكل وتاني يوم الصبح لما بيفوق صاني بيتراعب لانه ما بيلاقيش هينري وبيطلع ان الشخص العجوز ده خدرهم وخطف هينري وهيرب وجوه مخيم اللاجئين تيلدا بتبقى مستخبية هناك مع ايمكي واديسا ومن كلام ايمكي بنعرف ان هدفه الوحيد للوقت هو قتل صاني ولما بيعرف انه خرج من الاراضي الوعرة بيقرر يتتبعه وعلى الرغم من محاولة تيلدا لنها تقنعه بالعكس الى انه بيسيبها ويمشي اما في منطقة الارمالة بنشوف منشورات كتير طايرة في كل مكان ودي بيطلع انها دعوة من بيلجريم لاي شخص انه ينضمله في مملكته واللي المفروض انه يقصد بيها ازرة فبياخدوا الحراس الورقة دي معاهم وبيبلغوا الارمالة باللي حصل ودي على ما بتخرج لبرة مع ليديا بيلقوا نص المزارعين اختافه وبكده الارمالة بتعتبر بيلجريم ده مشكلة ولازم تحلها وغالبا هو ده نفس السبب برضو اللي تشاو عاوزة تخلص من بيلجريم علشانه وبنرجع لصاني اللي بيبقى عمالية تتبع تحركات الشخص العجوز وده بيفضل ماشي وراء صار رجليه لحد ما بيوصل لباب بينزل لتحت الارض فبينزل هناك على طول هو وباطجي وبيكملوا تدوير عليه لكن فجأة وهم ماشيين بيحصرهم مجموعة من الجنود الغريبة بقى ان كل الجنود دول بيبقوا فقدين البصر بس على الرغم من كده بيقدروا انهم يكتفوا صاني وباطجي في ثواني وبعد شوية بيدخل القائد بتاعهم بهنري اللي خطفوا الشخص العجوز والصدمة انه بيقول ان الطفل ده بقى يخصهم دلوقت لا وكمان بيعرضوا على صاني وباطجي انهم ينضموا لهم وبيحذرهم من الرفض لان في الحالة دي هيقتلوهم الكارسى بقى انهم حتى لو وفقوا في شرط الانضمامهم والشرط ده هو انهم يفقدوا البصر ويبقوا زيهم بالزبط وفي المقر الجديد عند بيلجريم بنشوف نيكس داخلها تتكلم مع كريسيدا ودي بتطلب منها حل وعلاج لكاستر لانه على وشك انه يموت وبيطلع ان هي وكاستر لسه ما سيطرش على قوتهم بالكامل وكل ما بيستخدموها بيضعفوا لحد ما في النهاية هيموتوا لكن كريسيدا بتقول لي نيكس ان هو ده مصرهم وبتديها جهاز زي اللي شفنا مع الرهبان قبل كده وبتقول لها ان في واحد من اللي عندهم كوى ظلمية ظهر ومهمتها دلوقت هي انها تدور عليه وتخليه ينضم لهم علشان ياخد مكان كاستر وعلى حدود الاراضي الوعرة مون بيبقى بيتتبع صاني وباضجي بيبقى عاوز ينتقم منهم بسبب اللي حصل في المواسم اللي فاتت وزي ما حصل معاهم بيقابل للشخص العجوز واللي بيعرض عليه الاكل وانه يرتاح عنده وبسبب العبيد اللي هربوا بنشوف الارمالة وليديا وهم دخلين يقابلوا بيلجرم طبعا بيلجرم بيبقى متوقع كده وعارف سبب المقابلة علشان كده بيعرض على الارمالة انها تنضم لهم في نفس الوقت جيوس بيبقى داخل للمكان مع جنوده زي ما تشاو طلبت منه بيبقى جيئة البيلجرم وعلى طول بيستعده وبياخد مكان مناسب هو وجنوده لكن لحسن حظ بيلجرم ان الارمالة بتاخد بالها وبتنقزه في الوقت المناسب وعلى طول بتبدأ حرب ما بينهم وما بين جيوس وجنوده ولسوق حظ جيوس ان كاستر بيركز عليه هو بالذات وبيفضل يحربه بكل قوته لحد ما بيقدر في الاخر انه يتغلب عليه ويطعنه بس لان كاستر مش مسيطر على نفسه وحالته مدهورة بيبقى على وشك انه يهاجم الارمالة ساعتها بيدخل بيلجرم وبمجرد جملة واحدة بيقدر يرجعه لطبعته وبيطلع انه عنده كوة غريبة زي ما يكون بيطف بيها الكوة الظلامية وبما ان الارمالة انقزت بيلجرم بيتفعوا على سلام ما بينهم في الناحية التانية جوال غابة والطاع الطرق بيهاجموا ام كي لكن قبل ما يقتلوه بتوصلوا نيكس بسبب الجهاز اللي معاها ودي بتقدر في اخر لحظة انها تخلص عليهم وتنقزه لانه مصاب وزي ما حصل مع صاني وبادجي بيلقوا الشخص العجوز داخلهم بمون وبعد ما بيخرجوا الحراس صاني بيقول لمون انهم لازم ينسوا خلافاتهم ولازم يتعاونوا مع بعض دلوقت علشان يقدروا يخرجوا من هنا وفعلا بيبدأ صاني يحاول انه يحرر نفسه وبمساعدة بادجي بيقدر يوصل ليد مون الصناعية اللي فيها اسلاحة ودي بيستخدمها اول ما بيدخلهم الحراس وبيخلص عليهم واحد ورد تاني بعدها بيحرر نفسه وبيحرر بادجي بس لان مون مصمم انه يواجه ويقتله وما بيقدرش صاني يحرره بيسيبوا زي ما هو وبيروح يدور على ابنه هنري الاول وخلال ما هم بيدوروا في المكان بيقابلوا الحراس فبيمشوا وراهم بهدوء وبيحاولوا يتصرفوا زيهم لكن بعد ما بيقتلوا اربعة منهم البقين بيحسوا بوجودهم علشان كده بيتجمعوا وبيبدأوا يهجموهم وعلى الرغم انهم فقدين للبصر الى ان مهارتهم بتبقى عالية جدا وبعد مواجهة استمرت لدقايق بيقدر صاني وبادجي اخيرا انهم يخلصوا عليهم بعدها بيروحوا لقائدة المكان واللي بيبقى معاها هنري ولانها خلاص بقت لوحدها بتضطر رخص بعنها انها تسلمه لهم وعلى الرغم من خلافهم مع مون الى ان صاني بيروح يحرره لكن حتى بعد ما خرجوا مون بيطلب من صاني انه يواجهه فبيقوله صاني انه خلاص ما بقاش مكتص في الاراضي الوعرة وبيقوله كمان ان دايرة الدم والانتأم دي لازم تنتهي وده لانه عاوز يوفر عالم افضل ابنه يقدر يعيش فيه وبيرجع السفل اللي معهم لمون وبيقوله انه مش هيحربه ولان لمون شايف ابنه صغير معاه ما بيقدرش يقتله وبيحذره كمان من الرجوع للاراضي الوعرة لانه حاليا من ضمن اهداف الارمالة والجنود عندهم اوامر بقاتله وبعد ما اتفعوا على سلامة بينهم كل واحد فيهم بيروح في طريقه وبتتفاجئ الارمالة وهي راجعة من عند بيلجريم بصوت معاهم في العربية ولما بتفتح الشنطة بتلاقي جيوس مستخبي قدامها وبيطلع انه قدر يهرب من جنود بيلجريم واستخبى معهم في العربية فبتخرجوا الارمالة وبتبقى على وشك انها تقتله لكن جيوس بيفكرها بيه وبيطلع انه كان يعرفها وهما صغيرين لقوا بيعرض عليها كمان انه يتحلف معاها بما انه بيكره اخته تشاو اصلا بيقولها انه يقدر يساعدها تخلص منها فبتوافق الارمالة وما بتقتلوش لكنها بتحبسه مؤقتا على ما تفكر واخيرا بيوصل صاني وباطجي للمكان اللي في انكارا بتبقى عايشة في مجرد هيكل طيارة متدمر ودي على طول بيدخلوا يتكلموا معاها وبيقولوا لها انهم محتاجين مساعدتها واول ما انكارا بتشوف الطفل بتعرف ان جواك هو ظلمية لا وكمان بتقول ان دي اعلى كوى ظلمية شفتها في حياتها وللأسف بتقول لصاني انها هتعالجه بس علاج مؤقت وبالفعل بتبدأ شوية تقص على هنري زي ما تكون بتسحب من قوته والحسن الحظ انها لما بتنتهي بيكون اتحسن كتير عن الاول بعدها انكارا بتقول لصاني ان حل ابنه عنده هو الغريب انها لما بتحط ايدها عليه بتقول ان هو المحفز ولما بتشوف ذكرياته بتعرف ان في حد استخدم تكنية معينة عليه وحبس كوته بس لسه مش واضح بالزبط يعني ايه محفز وكوته عبارة عن ايه لكن باطجي بعد كل كل كلام انكارا بيقول انها مجنونة وبيطلب من صاني ما يصدقهاش لانها سبب في كل المشاكل اللي حصلت له وبيطلع ان هي اللي كانت ايلى الباطجي على موضوع البصلة والكتاب ووطن ازرى فبتقول له انكارا انها مش مجنونة وان الاشارة اللي هو بعثها وصلت فعلا المفاجأة انها بتشغل جهاز عندها بتبقى مسجلة على رسالة ردا على اشارة باطجي اللي مش مفهوم بقى انها بتقول ان بيلجرم سمع اشارته ورد عليه والرد ده بيقول فيه انه اخيرا لقى الوطن ازرى وبيعرض على اي حد هيسمعوا انه ينضم لهم في المعبد اللي هم فيه وبسبب هجوم جيوس على بيلجرم بيروح يقابل تشاو ودي بيسلمها اجزاء من جنودها وبيقول لها انه عارف ان هي اللي هجمته لكن بدل ما بيهجمها بيقول لها انها لازم تدفع فدية في المقابل والفدية دي عبارة عن الف عبد ويكونوا عنده قبل نهاية الشهر ده وإلا هيرجع مع جنوده وهيمسحوا منطقتها بالكامل ولما بيرجعوا للمقر ايم كي بيبدأ يفوق بعد ما نكسى انقذته هناك ايم كي بيقول لهم انه هيمشي لان فيه مهمة لازم ينفذها ولما بيحس ان فيه حد ممكن يمنعه بيستخدم كوته فبيستخدم بيلجرم كوته هو كمان وبيخليه يرجع لطبيعته وبيعرض على ايم كي انه ينضم لهم لحد ما يتعالج وخلال الفترة دي يسمع لأفكارهم وخطتهم وبعدها يقرر براحته اذا كان يفضل معهم ولا لا ولما بيعرف ايم كي انهم بيدوروا على ازرى بيوافق على طول انه ينضم لهم اما صاني بعد ما عالج ابنه وسمعوا الرسالة بيقرر انه يمشي هو وباطجي بس قبل ما يمشي بتقول له انكارا ان امل ابنه الوحيد هو بيلجرم وده بتعرفوا ان عنده قدرة غريبة يقدر يخلص بها ابنه من كوته وبتديله رسمة للمبنى والمكان اللي فيه بيلجرم حاليا في الوقت ده بيلجرم بيبقى مع ايم كي بيوري قبلته وهم شغالين وبيطلع انهم استقروا في المكان ده بالذات مش علشان المبنى ده علشان حاجة مدفونة طبعة ازرى بيدوروا عليها حاجة هتغير العالم وهتدي البيلجرم كوة تخليه سيطر على الارض بالكامل في الناحية التانية بنشوف كاستر مع جنود الارمالة بيهجموا على المخيم وبيطلع انهم جايين يلموا العبيد اللي هم محتاجينهم من هنا بس الحصن الحظ ان تلدا وجنودها بيبقوا في المكان انها توقف كاستر والحصن الحظ كمان ان قوات الارمالة بيوصلوا في الوقت المناسب لقوا بيبقى معهم الارمالة بنفسها بعد موافقة النجايوس ينضم لهم وخلال دقايق بيكسبوا الحرب وبتقدر الارمالة انها تتغلب على كاستر لكنها ما بترداش تقتله وبتقرر انها تاخدوا اسير معاها باجي وصاني في الوقت ده بيبقوا وصلوا لمدينة ودخلين لمركب هناك صاحبة المركب اول ما بتشوف باجي بتبدأ تشتمه ودي بنعرف ان اسمها ليلي والمفاجأة بقى انها بتطلع طليقة باجي ولان صاني وباجي متاجهين لبيل جريم باجي بيقول لها انه محتاج مساعدتها وبيديها صاني الرسمة اللي خدها من انكارا وبيسألها اذا كانت تقدر توصلهم لهناك وعلشان توافق بيعرفها ان ابنه تعبان وفيه شخص هناك ممكن ينقذه وبيعرض عليها باجي كمان شوية دهب وبيتفقوا فعلا انها توصلهم وعلى الجزيرة عند بيل جريم بيبقى وصل العبيد اللي جمعهم من كل مكان ودول بيعرض عليهم حريتهم وبيطلب منهم ينضموله وبيكلمهم عن الوطن ازرى وانه هيبقى وطن كل الناس فيه زي بعض بس بيقول انهم الاول علشان يوصلوا الازرى لازم يدوروا في المكان على حاجة هتساعدهم ولان دي تقريبا كانت نفسه وعود الارمالة ليهم كلهم بيوفقوا انهم ينضموله وشوية وبيوصل مساعدة شاو بعد ما قدر انه يهرب من الارمالة وجنودها في المخيم وده بيعرف بيل جريم باللي حصل وبيقوله ان كاستر حاليا اسير عند الارمالة وعلى المركب صاني بيصحى على صوت طفل بيتحرك جنبه في الاوضة طبعا بيستغرب لان المفروض ما فيش حد معاه غير هنري وليلي وباطجي علشان كده بيمشي ورا الطفل ده بحس يعرف هو بيعمل ايه على المركب وبيفضل ماشي وراه لحد ما بيوصل الاوضة فيها سرير صغير سرير محفورة عليه علامة شجرة وواضح انها من زمان جدا اللي مش مفهوم ان صاني اول ما بيشوفها بيبدأ يفتكر ذكريات لي وهو طفل ذكريات بيكون فيها هو اللي بيحفر العلامة دي بنفسه ومن ضمن الاحداث اللي في الذكرة دي ان بيجي حد من وراه يمسكه ويخطفه بس قبل ما نكمل ونفهم اللي بيحصل مع صاني بنروح للارمالة وهي بتقابل بيل جريم واللي بتتفاجئ لما بتلاقي ايمكي معاه وبقى من ضمن مساعدينه وبنعرف برضو ان تيلتا قررت تنضم لها بسبب الهجوم اللي حصل على المخيم وكنوع من طلب الهدنة الارمالة بتقدم كاستر لبيل جريم بعد معالجاته فبيوافق بيل جريم على طلبها وبيخلي جنوده ينقلوا كاستر للمقار ومن كلام الارمالة مع مون بنفهم انها حطت خطة كانت جاية تكسب وقت مع بيل جريم بحسط قد على تشاو وبعد ما تستولى على جنودها وجيشها هترجع تاني تخلص على بيل جريم وبنرجع لصاني اللي بيصحى تاني على صوت حركة في المركب بس المرادة لما بيخرج لسطح المركب بيلاقي جنود مسكين باطجي وبيطلع ان ليلي سلمتهم لملك النهر في مقابل انها تسدد ديونها بس لان صاني عاوز يعالج ابنه قبل فوات الاوان مش بيستسلم بيبدأ يهاجم جنود ملك النهر وكالعادة بيخلص عليهم واحد ورد تاني وبمساعدة باطجي بيقدروا هما الاتنين يقتلوهم كلهم ولما بيتكلم باطجي مع ليلي بتقوله ان ده رد للي هو عمله معاها فبيعتذر لها باطجي وبينتهي الخلاف اللي ما بينهم المشكلة ان ملك النهر بيستغل الفرصة وبيقول لصاني يستسلم وإلا هيقتلهم هما الاتنين لكن صاني بيتجاهل كلامه وبيهجم عليه هو وحراسه وبمساعدة ليلي بيقدر انه يوصل لملك النهر ويمسكه ولان ملك النهر عارف انه بيدور على بيل جريم بيقوله انه عارف كل حاجة عنه وبعد ما رجع كاستر للمقر بيل جريم بيتكلم معاه وواضح ان كاستر خلاص قوته الظلامية على وشك انها تقتله ولان بيل جريم عارف كده بيقرر يخلصه من العذاب اللي هو فيه بيخلص عليه بنفسه في ثواني بدل ما يسيبه يموت قدامهم وبما ان صاني عاوز يعرف كل حاجة عن بيل جريم بيروح مع ملك النهر المغبأه هناك ملك النهر بيديله ورقة المنشورات اللي بيل جريم وزعها في كل مكان واللي بيبقى فيها الخريطة والدليل لأي حد انه يوصله وبسبب التهيقات والذكرى اللي شافها صاني بيسأله كمان عن مركب ليلي وبيوريه رسمة للرمز اللي محفوره على السرير وبيسأله اذا كان يعرف معناه وبيتصدم ملك النهر لما صاني بيقوله انه هو اللي حفره لما كان طفل الغريبة بقى ان ملك النهر بيقول انه ما كانش متوقع انه يكون فيه شخص تاني نجى من المجزرة وبيبدأ يحكي لصاني اللي حصل لان المركب ده كان بتاعه اصلا قبل ما يبيعه الليلي بيقوله ان المركب كان عليه شحنة واختفى ثلاث ايام من غير اثر بس بعد ثلاث ايام ظهر تاني بشكل غامض والصدمة وقتها ان لون المركب كان كله احمر بسبب الدم والحسن حظ الكبطان انه هو الوحيد اللي له لسه عايش اي نعم كان مصاب اصابة خطيرة لكنهم قدروا ينقذوه فبيسأله صاني على عنوان الكبطان ده علشان يتكلم معه بنفسه يمكن يقدر يعرف منه اللي حصل ويفهم اكتر وعلى طول بعد معرف العنوان بيروح صاني قابل الكبطان واللي بيبقى عايش في الغابة وده بيبقى باين عليه برضو الاصابات اللي مالك النهر تكلم عنها المفاجأ انه اول ما بيشوف صاني بيتعرف عليه وبيقوله انه هو الطفل اللي كان الجنود بيدوروا عليه على المركب بس لما بيسألوا صاني عليهم بيقوله انه ما يعرفهمش مجرد بيوريه واحد من اسلحتهم سابوه وراهم لما مشوا على المركب المفاجأة الاجبر لصاني لما الكبطان بيقوله انه اخته قتلت منهم عدد كبير بس للأسف ما قدرش يشوف اللي حصل لها لانه اغم عليه وكان بين الحياة والموت وبيقول لصاني انه لو عاوز يعرف كل حاجة عن الركاب بيسأل ملك النهر وده لانه بيحتفظ بسجلات عليها معلومات الركاب لاي مركب يخصه فبيرجع صاني زي ما الكبطان قاله الملك النهر وده بيطلب منه السجلات الخاصة بالرحلة اللي كان فيها هو واخته فبيقوله ملك النهر على مكانها وبيروح صاني بسرعة ياخدها بس المشكلة ان ملك النهر بيبقى بلغ عنه الجهة معينة والجهة دي بعتت جنود يقتلوه بلبس غريب اول مرة نشوفه الاغرب ان لبسهم ده بيبقى عليه نفس الرسمة اللي صاني نحتها وهو طفل وكالعادة بتبدأ المواجهة ما بينهم وزي اي حد واجهه صاني قبل كده بيقدر انه يتغلب عليهم بعدها بيروح لملك النهر اللي مسكوا باتجي واللي بيكون وصل للمكان وبيسأله هم مين بالزبط فبيقوله ملك النهر انهم مجموعة قديمة اسمهم ظهرة اللوتس السوداء وزي المرة اللي فاتت بيعرض على انه يساعدوا يوصلهم بس لانه خان صاني اكتر من مرة بيقرر يقتلوا المراضي وبياخد الورقة الخاصة برحلته هو واخته وبيسيبوا المكان ويمشوا واول ما بيرجعوا للمركب بيتفقوا مع ليلي انه هتوصلهم لبيلجرم وفعلا بعد كام ساعة بنشوفهم دخلين للجزيرة مع اشخاص كتير غيرهم وبالصدفة ايم كيبي يبقى برة وبيشوف صاني طبعا بيروح له على طول وهو متعصب وبيخليه يدهنر الباطجي بعدها بيهاجم صاني وهو مفعل قوته وبيحاول انه يقتله كل ده وصاني مش فاهم السبب ومجرد بيدفع عن نفسه لانه مش عاوز يقزيه وبسبب كده ايم كيبي يتغلب عليه وبيبقى على وشك انه يقتله في اللحظة دي بيدخل بيلجرم بقدرته وبيخلي ايم كيبي يرجع لطبيعته اللي مش مفهوم بقى انه بيرحب بصاني وبينادي باسم سانزو وعلى طول بيبدأوا يعلجوه وبتقوله كريسيدا هي كمان انهم كانوا مستنيينه طبعا صاني بيستغرب وبيسألهم ليه بيناديوا بسانزو فبتقوله كريسيدا ان ده اسمه الحقيقي لما كان في الوطن ازرى حتى بيلجرم بيجي يتكلم معاه وبيقوله انه كان زي اخوه هناك فبيقوم ساني يتمشى معاه وهو شايل هنري ولان حالته بدأت تضهور تاني بيطلب من بيلجرم انه يعالجو فبيستخدم بيلجرم كدرته وبيقدر يهدي كوة هنري مؤقتا وبيقول لساني انه ما يقدرش يعالجو نهائيا لوحده بس لو اتحد هم الاتنين يقدروا بكوتهم ينقذوه وبيقول لساني انه هم الاتنين وهم اطفال كانوا امل ازرى وهو مدين ليه هو واخته لانهم كانوا السبب انه قدر يهرب من هجوم ظهرة اللوتس السوداء وبنعرف من كلامه انه اخت ساني اسمها كينن بس حتى هو ما يعرفش مكانها ولا يعرف اللي حصل لها بالزبط وخلال ما هم بيتكلموا واحد من العمال بيلاقي حاجة وهو بيحفر ولما بيشيل الطراب بيلاقي تقريبا باب بيوصل لتحت الارض فبيبلغوا بيلجرم واللي بييجي على طول يشوف الباب ومن كلامهم بنفهم انه هو ده الباب بالتحديد اللي كانوا بيدوروا عليه وده لما بيفتحوه وبينزلوا الغرفة تحت الارض بيلقوا فيها اجهزة واحجار غريبة بس لسه مش واضح برضو ايه الهدف من الغرفة دي وهتوصلهم ازاي لازرى ولان اخبار اكتشاف الغرفة دي انتشرت باج بيروح يتكلم مع ساني وده بيقوله انهم لازم يهربوا من المكان ده حالا وبيطلع ان باج عارف الغرفة دي بتعمل ايه بالزبط بيقوله انه بمساعدته بيلجرم ممكن ياخد الكوة الظلامية من اي حد والكارسة انه برضو هيقدر يدي الكوة الظلامية لاي حد هو عاوزه يعني ممكن يفضل يحول كل الجنود اللي عنده ويعمل جيش من اللي عندهم كوة ظلامية وساعتها محدش على الارض هيقدر انه يقف في طريقه لكن على الرغم من كل كلامه ده ساني بيرفض انه يهرب وبيصمم انه يفضل مع بيلجرم لحد ما يعالج هنري علشان كده باطجي بيخرج على برة وبيكرر انه يتصرف بنفسه بنشوفه داخل لوحدة من الخيم واللي بيبقى فيها متفجرات وعلى طول بعد ما خلص على الحارس بياخد صندوق المتفجرات ويخرج لكن ساني بيبقى مرأبه لانه عارف انه نوي يتصرف من نفسه وبيطلع انه كمان بلغ بيلجرم وجيين يوقفوهما الاتنين وبعد ما قبضوا على باطجي بيكرر بيلجرم انهم يشغلوا الغرفة حالا في نفس الوقت بنشوف الارمالة ماشية مع تلدا وجيوس في نفق تحت الارض وبيطلع ان جيوس دلهم على طريق سري يدخلهم لمنطقة تشاو وبكده هتقدر الارمالة بدون حرب ومن غير ما تخسر اي جندي انها تقدع عليها وبالفعل بيقدرهم التلاتة انهم يدخلوا للحصن بكل سهولة وبتفضل تلدا وجيوس يعطلوا الحراس على قد ما يقدروا اما الارمالة بتكمل مطاردة تشاو لحد ما بتوصل لقودتها لكن الكارثة انها بتلاقي نفسها واستفاخ ومتحصرة من كل اتجاه وعلى طول بتدي تشاو الامر لجنودها انهم يقتلوها الغريبة بقى ان في حاجة بتحصل والوقت زي ما يكون وقف فجأة كل الاسهم بتقف في الهوى مرة واحدة وبترجع تقتل كل الجنود الاغرب من كل ده ان معلمة الدير بتدخل للمكان تتكلم مع الارمالة ودي بتقول لها ان هي لانقاذاتها لانها محتاجة مساعدتها ومن غير تفاهم بتستخدم تقنية معينة على الارمالة وبتخليها يغم عليها في الناحية التانية جوى الغرفة كريسيدة بتدي بصلة لبيلجرم وبصلة لصاني كل ده وباجي شايف اللي بيحصل وبيحاول يقنع صاني يوقف اللي هو بيعمله بس علشان هنري يتعالج صاني بيفعل الغرفة مع بيلجرم وكاخر خطوة بيحط ايده على الحجر اللي في نص الغرفة في اللحظة دي بنفهم معنى كلمة المحفز وبنعرف ايه هي قوته وبيطلع ان علشان الغرفة دي تشتغل صاني الوحيد اللي كان يقدر يفعلها وده لان الكوة الظلامية اللي جواه هي اساس ومنبع الكوة نفسها وبعد ما فعل الغرفة بيجي دور بيلجرم اللي بيقدر يتحكم في الكوة وزي مواعد صاني بياخد منه هنري وبيحط ايده على الحجر وخلال ثواني بيبدأ يسحب الكوة من هنري وحالته بتتحسن الكارثة بقى ان بيلجرم استغل الموضوع وسحب الكوة دي كلها لنفسه وبنرجع للمعلمة بعد ما انقذت الارملة وهي بتحررها قدام المعبد ودي بتقول لها انها تقدر تمشي من هنا بس لو قدرت انها تقتلها الاول لكن بسبب كوة المعلمة الموضوع بيبقى تقريبا مستحيل بالنسبة لها وبضربة واحدة من المعلمة بتكسر الارض تحت الارملة وبينزل الجزء من المعبد هناك بتقدر بكل سهولة انها تتغلب عليها وعلشان تخلي الارملة تستسلم بتضربها لحد ما بتخليها مش قادرة تتحرك وجوا مقر بيلجرم صاني بيتكلم معاه بعد ما فعلوا الغرفة ولان صاني عاوز يمشي معه هنا ريوبادجي بيحاول بيلجرم يقنعه انه يفضل معاهم ومن كلامه بيطلع انه مفيش حاجة اسمها ازرة بيقول ان الوطن ده كان موجود زمان فعلا لكنه اتضمر وحاليا بيلجرم نوي حول العالم كله الازرة نوي يخلي كل الناس من ضمن مملكته وكلهم عندهم الكوة الظلامية اما اللي هيرفضوا ينضم لهم فده ملوش مكان معاهم وبعد اختفاء الارملة بنعرف ان تشاو هي كمان اختفت بعد ما تصابت وبسبب كده جيوز بيوقف الحرب اللي ما بينهم وبيدخل مع تلدا يدور في المكان بحيس يعرف اللي حصل ولانه عارف اماكن الانفاء السرية بيلاقي واحد منهم كان مفتوح فبيفهم انه اخته لسه عايشة واكيد هربت منه ولانهم مش لقين الارملة بيقرروا انهم يترضوا تشاو يمكن تكون هي اللي خطفاها ومعها حاليا وزي ما بيلجرم كان بيقول صاني بينزل مجموعة من جنوده للغرفة وبسبب قوته الجديدة وقدرته اللي كانت عنده بيبدأ في تنفيذ خطته وبكل سهولة خلال ثواني بيخلي التمن جنود كلهم يبقى عندهم كوة ظلامية طبعا صاني اول ما بيشوف اللي حصل بيتأكد انه تسبب في كارسة وجوه المعبد المعلمة بتدخل تتكلم مع الارملة بعد معالجوها ودي بتقول لها انها جابتها الهنى بسبب شخص اسمه بيلجرم فبتقول لها الارملة انها تعرفه اصلا وكمان كانت حطة خطة علشان ترجع وتخلص عليه طبعا ما بتكونش لسه عارفة اي حاجة عن الغرفة علشان كده بتقول لها المعلمة ان الامور دلوقت اتغيرت وبتعرفها ان بيلجرم بقادر انه يدي الكوة الظلامية لاي حد من جنوده وخلال فترة قصيارة هيكون كوين جيش كل جنوده عندهم كوة ظلامية وساعتها محدش هيقدر نهاء انه يوقفه ولانها محتاجة مساعدة الارملة وعاوزة تتحالف معاها بتعالجها تماما بكوتها وجوه الزنزانة عند باتجي بيلاقي صاني جاي يخلص على الحراس بعد كل اللي شافه في الغرفة بيعتذر لباتجي وبيقوله انه كان عنده حاء وبيحراروا بسرعة علشان يهربوا قبل ما اي حد يشوفهم المشكلة ان بيلجرم بيوصل للزنزانة بعد ما هم خرجوا ولما بيشوف الحراس ميتين بيفهم اللي حصل علشان كده بيقمر جنوده انهم يدوروا على باتجي وصاني بس الحصن الحظ ان صاني وباتجي بيبقوا خلاص خرجوا من الجزيرة هناك صاني بيدي هنري الباتجي وبيقوله ياخد باله منه لانه لازم يرجع ويصلح الكارسة اللي تسبب فيها فبيوافق باتجي وبياخده منه وبيبدأ كل واحد فيهم يتحرك في طريقه وبالفعل بيرجع صاني للجزيرة وبيبدأ يخلص على الحراس لحد ما اخيرا بيقدر انه ينزل للغرفة المشكلة بقى ان ام كي بيشوف الحراس اللي ميتين بالصدفة فبيفهم ان في حد دخل للغرفة وبيروح يشوف هو مين صاني في اللحظة دي بيبقى شغال تدمير في كل الاجهزة بحس يعطالها تماما او على الاقل يعطل خطة بيلجرم مؤقتا ولما بينزل ام كي للغرفة صاني بيحاول يقنعه ان بيلجرم هيدمر العالم لكن للأسف كل اهتمام ام كي بيبقى انه ينتقم لامه علشان كده بيهاجم صاني بكل قوته وبيخليه يغم عليه بعدها بيروح يسلمه لبيلجرم وبيعرفه اللي هو عامله واول ما بيفوق صاني بيلجرم بيقرر ينتقم منه علشان كده بيهاجمه وبيحاول انه يقتله في الاول بمجرد قوتهم العادية صاني بيبقى تقريبا نفس قوته علشان كده لما بيلجرم بيحس انه هيخسر بيفعل القوة اللي سرقها من هنري ودي بسببها بيقدر بسهولة انه يتغلب على صاني وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيغم عليه وبيرمي من الشباك في النهر بيلجرم بيبقى معتقد انه خلاص كده قتل صاني لكن لحسن الحظ اننا بنشوف صاني تاني يوم خارج من النهر اي نعم وصاب اصابات خطيرة بس مش لدرجة انها هتموته ولان جنود بيلجرم حواليه في كل مكان بيستخبف مبنى جوال غابة مؤقتا بس لحد ما يعالج نفسه شوية ويقدر انه يكمل طريقه في نفس الوقت جوال غابة باطجي بيبقى مع هنري وبيحاول يشوف له حاجة يكلها وبالصدفة تلدا وجيوس بيقابلوه وهم بيدوروا على تشاو ودول بيحكي لهم باطجي كل اللي حصل على الجزيرة وبيقول ان اخر حاجة يعرفها عن صاني هو انه رجع يدمر الغرفة ومن وقتها وهو بيهرب مع هنري وبيحاول يبعد عن بيلجرم وجنوده على قد ما يقدر وبيعرف منهم باطجي ان الحرب تقريبا انتهت ما بين البروناوت وحاليا هم بيدوروا على تشاو علشان يقضوا عليها للابد وعلشان يعرفوا منها برضو اللي حصل للارمالة وزا كانت اسيرة عندها وبما انهم راجعين للحصن بيقرر باطجي انه يرجع معهم بهنري المشكلة ان بيلجرم بيبقى خرك فرقة بقيادة امكي للغابة بيبقى مديهم امر انهم يدوروا على جسد صاني ولو ملاقوش جسده يفضلوا يدوروا عليه لانه اكيد هيبقى لسه عايش بس واضح من كلام نيكس مع امكي انها ما بقاتش موافقة على تصرفات بيلجرم حتى انها بتبقى شكة ان بيلجرم هو اللي قاتل كاستر وانه ما ماتش بسبب قوته وبالصدفة واثنين من الجنود بيدوروا وبيدخلوا للمبنى اللي فيه صاني هناك صاني بينجح انه يصطاد جندي منهم وبيخلص عليه بس لانه مصاب الجندية التانية بتبقى على وشك انها تقتله لكن فجأة بتيجي نيكس من وراه وبتخلص عليها وبيطلع انها قررت تنضم لصاني وتساعده انه يهرب واخيرا بعد كام ساعة تلدا وجيوس بيرجعوا للحصن ومعهم بطجي وهنري هناك بطجي بيحط هنري الاول مرة في سرير خاص بيه وبيطلب من ليديا انهم ياخدوا بالهم منه لانه لازم يمشي ومن كلامه بنفهم انه رايح تدير للمعلمة يطلب مساعدتها فبتوافق ليديا وبيسلموا عربية كمان علشان يتحرك بسرعة في الوقت ده نيكس بتبقى بتتفق مع صاني على طريقة غربهم بس المشكلة انه هم خارجين من المبنى بيلقوا ايمكي قدامهم وده لما بيعرف ان نيكس اتخلت عنهم بيفعل قوته وبيهاجمها وبسبب تدريبات صاني ليه بيبقى اقوى منها بمراحل لكن قبل ما يقتلها بيجي صاني من وراه وبيطعنوا بسيخ حديد وده بيثبته بيه في مكانه بحيث ما يقدرش يطردهم وبيعتذر لامكي وبيقوله انه مضطر يعمل كده وبيسيبه يمشي وبعد ما سابوا المكان بكم ساعة ايمكي بيقدر انه يرجع للجزيرة هناك بيحكي لهم اللي حصل وكريسيدة بتعالجه طبعا بيلجرم بيبقى متدايق لانه كل حاجة مش ماشي حسب الخطة فبيقوله ايمكي انه عارف مكان يقدر يجيب منه جيش كامل من اللي عندهم كوة ظلمية الكارسة انه بيجيب خريطة وبيوريهم عليها مكان الدير السري لأو كمان بيعرفهم ان المعلمة كانت بتنايم اي حد مقدرش انه يسيطر على كوته للابد وعلى حسب اللي هو شافه فاكيد في مئات من اصحابه محبوسين هناك ودول لو قدروا انهم يحرروهم ويكسبوا ولاقهم مش هيحتاجوا له الغرفة مؤقتا لحد بس ما يصلحوا الاجهزة ويرجع تاني يكون الجيش فبيقترع بيلجرم بكلامه وبيقرر انهم يروحوا على هناك وخلال ما هم بيتكلموا بيوصل باتجي اخيرا للمعبد هناك الحراس بياخدوا معاهم يقابل المعلمة ودي بيعرفها باتجي كل اللي حصل والغرفة اللي بيلجرم وصاني فعالوها علشان كده بيطلب منها تتحرك مع الرهبان ويساعدهم في الحرب اللي هتحصل فبتاخدوا المعلمة يقابل الارمالة وبتعرفوا انها اصلا بتستعد للحرب اما صاني ونيكس بنشوفهم رايحين للمكان اللي فيه انكارا وبيطلع ان صاني قرر يرجع يطلب مساعدتها بما ان هي اللي بعثته لبيلجرم يمكن تبقى عارفة ازاي يقدر يوقافه المفاجأة انهم لما بيوصلوا للطيارة بيلقوا جنود زهرة اللوتس السوداء ميتين ودول بتبقى اتلاتهم انكارا بعد ما اتصابت اصابة خطيرة ولانها عارفة سبب زيارة صاني بسبب كوتها بتقولوا ياخدها لاي مكان يعالجها وساعتها بس هتعرفوا ازاي يقدر يوقف بيلجرم فبيوافق صاني وبياخدها وبيخرجوا على برا وعلشان يتحركوا بسرعة بياخدوا عربية الجنود اللي هي اتلاتهم لكن فجأة وهم في الطريق انكارا بتحس بحاجة غريبة وبيطلع ان المعلمة بتستخدم كوتها في الدير علشان تلاقيها بما انها عارفة ان ليها علاقة بكل اللي بيحصل بتبقى عاوزة تتكلم معاها وبعد ما عارفت مكانها بتروح تعرف باجي والارمالة وبتقول لهم برضو ان جنود زهرة اللوتس بيدوروا عليها علشان كده بتطلب منهم يخرجوا يدوروا عليها حالا وبتنبه عليهم انهم يوصلوا لها قبل ما الجنود يقتلوها في الوقت ده صاني بيكون وصل مع نيكس وانكارا لمكان زي سوق هناك بياخدوا انكارا لمكان تستريح فيه وبيخرج صاني يدور على اي حد يعالجها اما نيكس بيسيبها معاها لحد ما يرجع وفي السوق ده بنشوف باجي والارمالة واللي بيبقوا وصلهم كمان وعلشان يلو انكارا بسرعة بيتفرقوا وبيدوروا عليها وبالصدفة وصاني بيدور على معالج بيشوف الارمالة قدامه فبيبدأ يطردها في السوق علشان ينتقم منها للي عملته في مراتوفيل المشكلة ان خلال ما هو بيطردها انكارا بتقرر انها تهرب بتستخدم كوتها علشان تعالج نفسها وبتغبط نيكس بحاجة وبتخليها يغم عليها وبيوصل صاني للارمالة وبتبدأ المواجهة ما بينهم وبسبب اصابات صاني وتعبوا طول الفترة اللي فاتت الارمالة بتتغلب عليه بس بدل ما تقتله بتعتزير له وبتقوله انها هنا علشان تساعده وبيوصلهم باتجي ومعها نيكس اللي فاتت ودول بعد ما عارفوا انه انكارا هيربيت بينتشروا يدوروا عليها وبالفعل بيقدروا يلاقوها قبل ما تخرج من السوق فبسرعة بتيجي الارمالة من وراها وبتخدرها علشان يقدروا يسيطروا عليها الكارسة اللي مش عاملين حسابها هي ان ايمكي بيبقى وصل مع بيلجرم للمعبد ودول بيدخلوا على هناك على طول علشان يبدأوا تنفيذ خطتهم وبسبب كوة ايمكي والجنود اللي معاه بيقدروا انهم يتغلبوا على جنود المعلمة وبيوصل بيلجرم للمعلمة وبيقرر انه يتحدها بنفسه وبسبب كوة بيلجرم الجديدة كوته بتبقى اعلى من كوة المعلمة بمراحل وللأسف بعد دقايق بيقدر يتغلب عليها وبيدمرها تماما وبعد ما صاني وفريقه خدوا انكارا وميشيو بيوصل فريق تاني للسوق والفريق ده هو جنود جماعة ظهرة اللوتاس مع قائدهم اللي اسمه ماجنوس واللي بيبقوا بيدوروا على انكارا لانهم ملقوهاش في مكانها ولما واحد من جنود ماجنوس بيوري الحقنة اللي الارمالة خدرت بها انكارا بيفهم اللي حصل وبيتوقع ان الرهبان هم اللي خطفوها ومتجهين بها للدير في الوقت ده صاني واللي معاه بيبقوا وقفوا يستريحوا في مكان على الطريق وده لانهم بيبقوا محتاجين كمان يصلحوا العربية بحس ينفع توصلهم في الناحية التانية تيلدا وجيوس بيبقوا خرجوا يكملوا تدوير على تشاو وفاجأة اول ما بيوصلوا الواحد من مخابئها الجنود بيحصروهم وقبل ما يلحقوا يتحركوا بيكتفوهم وبياخدوهم لتشاو المفاجأة بالنسبة لهم ان تشاو هي اللي بتسألهم عن الارمالة وبتسألهم برضو عن الكاهنة اللي ساعدتهم وكوتها الغريبة بتبقى فاكرة انها تبع بيلجريم وان فيه تحالف دلوقت ما بينهم ولان تيلدا وجيوس مش عارفين هي بتتكلم عن ايه بتفكرهم مخبيين عليها ما تعرفش انهم فعلا ما يعرفوش اي حاجة عن اللي حصل علشان كده بتكرر تعذبهم لحد ما تخليهم يتكلموا وجوى المكان اللي فيه صاني وفريقه الارمالة بتدخل تتكلم مع انكارة واللي لما بتفوق مرة واحدة بتقول لها ان نصحبها في خطر ولازم تختار اما تنقذهم او تنقذ العالم وبتستخدم انكارة كوتها وبتوريها تشاو وهي بتعذب جيوس فبتخرج الارمالة على برة بسرعة وبتقرر انها تروح تنقذه هو وتلدى وبما انها لوحدها ومحتاجة مساعدة نيجس بتقرر تنضم لها وبيتفق انهم يتقابلوا في الدير كلهم بعد ما كل واحد يخلص مهمته الكارسة ان بيلجرم في الوقت ده بيبقى بيصحي كل اللي في الدير بيستخدم كدرته علشان يلغي تقنية المعلمة ويرجعهم للحياة تاني وخلال دقايق بيكون قدر انه يصحي جيش زي ما امكي قاله وطبعا بما انه انقاذهم بيوافقوا كلهم انهم ينضمولوا واخيرا بتوصل الارمالة ونيكس لمغبة تشاو وبسرعة بيدخلوا يخلصوا على كل الحراس لحد ما بتفضل تشاو لوحدها فبتقول الارمالة لنيكس اتحرر جيوس وتلدى اما هي بتفضل مع تشاو علشان تخلص عليها وفعلا بعد مواجهة بتستمر لدقايق ما بينهم بتقدر الارمالة انها تقتلها وبكده يبقى خلاص ما بقاش فاضل قدامها غير مشكلة بيلجرم والسوق حظ صاني وباتجي ان جنود ظهرة اللوتس بيوصلوا لهم ودول من غير ما يحربوهم حتى بيرموا عليهم كنابل وبيضمروا المكان وقبل ما تلحق انكارا انها تستخدم كوتها بيكتفوها الصدمة ان ماجنوس بيروح لباتجي اللي فاء ومن غير تفاهم بيطعنوا بالسيف وبرضو بيروح لانكارا وبيخلص عليها هي كمان اما صاني هو الوحيد اللي بيسيبه عايش وده بيؤمر رجالته انهم يخدوا معهم للمقر وفعلا بعد كام ساعة بيرجعوا للمقر ومعهم صاني وهو متكتف ولانهم سبوع عايش بيستغرب وبيسألهم عن السبب فبتظهر واحدة تتكلم معاه وبتقوله انها هتفهمه كل حاجة المفاجأة اننا بنعرف ان اللي بتتكلم معاه دي بتطلع هي اخته كينن واللي ما بيبقاش مفهوم لسه هي وصلت لهنا ازاي وايه سبب انضمامها لظهرة اللوتس وبنرجع لانكارا وباتجي وهم على الارض غرقانين في دمهم بس بسبب قوة انكارا بتبقى قدرت انها تعالج نفسها شوية ولانها كانت مدربة باتجي وهو طفل بتقرر انها تنقذه وفعلا بتستخدم اخر قوة عندها في انها تعالجه بدل ما تعالج نفسها واول ما بيفوق باتجي بتقوله على مكان مقر زهرة اللوتس وللأسف بتموت انكارا بعد ما قدرت انها تنقذ باتجي وجوه مقر جماعة ظهرة اللوتس كينين بتتكلم مع صاني والغريب انها بتحاول تقنعه ان ينضم لهم وبتعرفه ان لما ظهرة اللوتس هاجموا الماركب اخدوها معاهم وقرروا وقتها انهم يحتفظوا بها ويربوها ويخلوها تساعدهم في انهم يلاقوا اللي عندهم كوة ظلمية وبتستخدم كوتها على صاني وبتخليه يشوف جزء من ذكرياته وهو طفل وقتها بيبقى لسه وطنهم ازرى موجود ما تدمرش وصاني بيبقى بيتكرم مع بيلجرم من ملك ازرى نفسه واللي بيطلع والد صاني والمسؤول عن ازرى بالكامل وبنروح لبيلجرم بعد محرر كل اللي عندهم كوة ظلمية ولانه استخدم كوته بشكل كبير بتبقى مأثرة عليه جدا ولما المعلمة بتلاحظ ضعفه بتستغل الفرصة دي وبتهاجمه لكن للأسف قبل ما تلحق انها تقتله بيجي ايم كي من وراها وبيخلص عليها في الوقت ده باطجي بيبقى وصل لمكر ظهرة اللوتس وبيشوفها يدخل ازاي وبالفعل بينجح في كده بعد ما دارس المكان كويس وبعد ما خلص على الحراس بيدخل على قضة ماجنوس وده بيقدر انه يتغلب عليه وبيمسكه وبيخرج به على برا بس المشكلة انه قبل ما ياخد صاني ويهربه بتيجي كين من وراه واللي واضح انها تحت تأسير ماجنوس واللي بيبقى مسيطر عليها تماما لدرجة انه بيخليها تهددهم انها تقتل نفسها لو ما حررهوش وبسبب كده صاني بيخلي باطجي يوافق ويحرره وللأسف بعد ما كانوا على وشك انهم يهربوا بياخدوهم تاني للحبس المشكلة الاجبر ان ماجنوس بيطلب من كينين تستخدم كوتها على صاني والمفروض بكوتها دي بتقدر انها ترجع له كوته اللي كانت عنده هو طفل لا وكمان هتقدر تتحكم فيه وتخليه ينفذ اوامر ماجنوس لكن صاني بيفضل يتكلم معاها وبيقول لها على ابنه هينري وبيطلب منها تفتكر حياتهم لما كانوا اطفال وتساعدهم انهم يخرجوا من هنا والحسن الحظ ان كينين بتغير رأيها وبتسمع لكلامه في اخر لحظة وبسرعة بتستخدم كوتها وبتكسر السلاسل اللي صاني متكتف بيها وعلى طول بتبدأ حرب ما بينهم وما بين ماجنوس وجنوده وبيقدروا هم التلاتة انهم يخلصوا من الجنود اللي حواليهم مؤقتا وبتقدر كينين انها تتغلب على ماجنوس وبتخليه يغم عليه بعدها بيتجمعوا هم التلاتة علشان يهربوا من المكان اما الارمالة بتبقى وصلت للمعبد بعد ما خلصت على تشاو هناك بتلاقي المعلمة بين الحياو الموت وبتعرفها كل اللي حصل وبتعرف منها برضو ان صاني وباطجي مجوش لهنا زي ما اتفقوا وبعد موت المعلمة بتحرق الارمالة كل المخطوطات اللي في المكان وعلى طول بتخرج من هناك علشان تتجه للحصن وتستعد للي هيحصل في الناحية التانية جيز بيبقى مع تلداج ومنطقة تشاو ودول لما بيعرفوا الجنود انهم قتلوا تشاو بتنتهي الحرب وبينضموا لهم في نفس الوقت كيريسيدا بتبقى جوى منطقة الارمالة بيلجرم بيبقى بعيدها تهددهم وتأمرهم يبعت لهم الف عبد بس لسوق حظ كيريسيدا ان الارمالة بتوصل في نفس اللحظة ودي بتقرر انها تحبسها وتعلن الحرب على بيلجرم ولان الارمالة اعلنت الحرب بيبدأ جنودها يستعدوا بيحفروا خنادق وافخاخ برالحصن تساعدهم شوية ضد اللي عندهم كوة ظلمية وبيوصل جيوس مع تلدى في الوقت المناسب بالتعزيزات واللي هي عبارة عن جيش البرونة تشاو بالكامل في الوقت ده بنشوف كينين واخدى صاني وباطجي لمكان غريب وبيطلع انها بدل ما ترجعهم للاراضي الوعرة وصلتهم للحدود وصلتهم لما كان على الشط فيه اوارب باستخبية طبع ظهرة اللوتس السوداء طبعا صاني بيستغرب وبيفكر انها نوي يدخنهم لكن كينين بتقوله انها اكتفت من الحروب ومش هتشارك في اي حرب تاني ودي انسب فرصة بالنسبة لهم وممكن ياخدوا الاوارب ويبعدوا عن كل اللي بيحصل لكن صاني بيرفض وبيقولها ان ابنه جوا الاراضي الوعرة وعلى الرغم من تهديدها ليه الى انه بيسيبها وبيرجع مع باطجي ولانه وثق في اخته من غير سؤال باطجي بيبقى متدايق وبيقوله انه طول الفترة اللي فاتت كان بيحذره حذره من انضمامه للارمالة وحذره من بيلجرم وحذره من تفعيل الغرفة فبيعتذر له صاني انه ما كانش بيسمع له طول الفترة اللي فاتت وبيقوله انه عنده حق وبعد ما رجعت الامور طبيعية ما بينهم بيكمله هما الاتنين طريقهم ولان اخبار اللي حصل مع كيرسيدا وصلت لبيلجرم بيوصل مع جيشه لحصن الارمالة وعلى طول بيلجرم بيدي جنوده امر الهجوم وبيبدأوا يعدوا الخنادق في اللحظة دي الارمالة بتدي امر لجنودها بفتحة خزنات البنزين واللي بتبدأ تصب جوه الخنادق وتملاها من غير ما حد ياخد باله وعلى حسب الخطة بيدرب جيس وتلدى اسهم من نار على الخنادق وبكده يبقى قسموا جيش بيلجرم وفصلوا الجنود عن بعض ومرة واحدة كمان بيدربوا عليهم مئات الاسهم وبيخلصوا على نص الجنود فبيتعصب بيلجرم وبيجري على الحصن وبيهاجم الارمالة بنفسه وخلال ما ده بيحصل مون بيزبط كمبيلة تحتهم بالزبط واول ما بيدوا للارمالة الاشارة بتسيب بيلجرم وبتبعد عنه ساعتها بيحصل انفجار كبير بيدمر كل اللي بقيين من جنوده واللي من ضمنهم ايم كي حتى بيلجرم نفسه لما بيفوق بيبقى مصاب اصابة خطيرة ولما بيروح يتطمن على ايم كي بيلاقي وشه مشوه وحالته خطر جدا بس على الرغم من كده بيلجرم بيدى امر لجنوده وبيدخلوا للحصن وقبل ما يوصلوا لكيريسيدا الارمالة بتقول ليديا تقتلها فبتروح ليديا على زنزانتها علشان تقتلها فعلا لكن المشكلة ان كيريسيدا بتستخدم سحرها على ليديا وللأسف بدل ما ليديا تقتلها كيريسيدا بتاخد سيفها وبتخلص عليها وبتبدأ الحرب ما بين جنود بيلجرم ومون وجيس وجنوده بس لان اعداد الجنود اللي عندهم كوة ظلمية كتير بيضطروا انهم يهربوا وبيتصدمون لما بيشوف كيريسيدا وهي خارجة من الحبس قدامه وللأسف على ما بيوصل لليديا بيلاقيها خلاص ماتت ولان بيلجرم وجنوده استولوا على الحصن الارمالة بتحاول تهرب جنودها لكن قبل ما يلحقوا يتحركوا بيلقوا بيلجرم وراهم ساعتها بتقرر نيكس ان هي اللي تواجهوا لوحدها وعلى طول بتبدأ تهاجمه وبتدي فرصة لارمالة واللي معاها انهم يهربوا وعلى الرغم من اصابات بيلجرم وضعفه الى انه بيقدر يتغلب عليها وزي ما عمل مع كاستر قبل كده بيخلص عليها هي كمان وبعد كم ساعة من الحرب دي بيوصل صاني وبطجة اخيرا لحصن الارمالة لكن طبعا بيعرفوا انه مسلو متأخر من المجزرة اللي حصلة قدامهم فبيدخل صاني بسرعة يدور على اي حد في المكان يمكن يلاقي حد عايش يقدر يسأله عن مصير ابنه هينري لكن للأسف مجرد بيلاقي راس نيكس اللي بيلجرم قاتلها ولانهم ملاقوش جسة لارمالة ولا تيلده بيتوقعوا انهم قدروا يهربوا الكارسة بقى اننا بنشوف مهندس تابع بيلجرم قدروا انه يصلح الاعطال اللي في الغرفة معنى كده ان بيلجرم هيقدر يكمل خطته وكلها مسألة وقت مش اكتر قبل ما يبقى معاه جيش يسيطر به على العالم امكي بقى بنشوفه متدمر تماما بعد ما قدروا انهم ينقذوه واللي بسبب كوته الظلامية قدر ينجو على الرغم من اصابته الخطيرة وبنرجع لصاني وبطجي وهم داخلين للمخيم بيبقوا رايحين يدوروا هناك على اي حد لسه عايش من الحرب اللي حصلت وبيفرح صاني لما بيلاقي الارمالة قدامه شايلة ابنه هنري فبياخدوا يتطمن عليه وبيشكر الارمالة انها هتمت به وهو مش موجود المفاجئة اللي مش متوقعة اننا بنشوف كينين بتقابل بيلجرم في مخبأه وبيطلع انها غيرت رأيها بعد ما كانتها تهرب وقررت انها تشارك في الحرب ولانها كانت تعرف بيلجرم وهو طفل بتحاول توقفه عن اللي هو بيعمله وبتقوله ان كوتهم الزلامية في ازرة كانت هي سبب نهاية العالم ولو رجعت الكوة دي تنتشر مرة تانية العالم هيتضمر للابد لكن بيلجرم بيرفض نهائيا انه يسمع لكلامها وبيصمم على خطته في انه يحول كل البشر ويبقى عندهم كوة ظلامية في الوقت داجي والمخيم صاني بيبقى بيتكلم مع الارمالة ومونوتيلدا وبيخططوا للحرب وبيقول صاني ان بيلجرم حاليا فاضع في حالاته ولازم يستغلوا الفرصة دي ويهجموا يخلصوا عليه دلوقت قبل ما ينضملوا جنود اكتر بس لانهم خسروا جنود كتيرهم ما كمان الارمالة بتقول ان الهجوم هيبقى مستحيل فبيتدخل بطجي في كلامهم وبيقترح اقتراح غريب والاقتراح ده هو انهم يتحلفوا مع جماعة ظهرة اللوتس السوداء بما ان هدفهم القضاء على كل اللي عندهم كوة ظلامية اكيد هيساعدوهم وعلى الرغم من خطورة الخطة دي الى ان ما بيبقاش في غيرها قدامهم ولان بيلجرم عاوز كينن تنضمله بيوريها الغرفة اللي هو اكتشافها يمكن لما تشوف مصدر الكوة اللي معاها تغير رأيها لكن كينن بعد ما بتشوف الغرفة بتصمم اكتر انها توقفه علشان كده بتخرج سيفها وبتبدأ انها تهاجمه بس لان كوة بيلجرم اعلى من كوتها بمراحل بيتغلب عليها لا وكمان بيستغلوا جودهم في الغرفة وبيسحب كوتها زي ما عمل مع هنري بس بيسيبها عايشة وبتقولها تروح تحذر ساني وتعرفوا انه لو حاول هو او اي حد معانهم يقفوا ضده هيقتلهم في الوقت ده ساني وجيوس بيبقوا مع باطجي بينفزوا خطته بنشوفهم دخلين لمغبأ من مخابق ظهرة اللوتس واللي بيبقى فيه واحد من الجنود وده بيقوله باطجي يهدى وانهم مش جايين يقتلوه وبيطلب منه بعد ما يسيبه يروح يوصل رسالة لماجنس ويخليه قابلهم وعلى ما بتوصل كينن للمخيم ما بتلاقيش ساني وبتعرف من الارمال انه راح يقابل ماجنس علشان يعمل مع تحالف وبالفعل بعد كام ساعة الرسالة بتكون وصلت لماجنس وبيجي يقابلهم وده بيقوله باطجي على اللي بيحصل وبيعرض على انهم يتحالفوا مجرد تحالف مؤقت لحد ما يقضوا على عدوهم المشترك لكن بغباء ماجنس بيرفضوا العرض تماما لا وكمان بيدي امر لجنوده وبيبدأوا انهم يهاجموا ساني واللي معاه وبدل ما كانوا جايين يتحالفوا الموضوع بيقلب بمجزرة وبما ان كينين عرفت باللي بيحصل بتنضم لهم هي كمان ودي على طول بتهاجم ماجنس علشان تنتقم منه على كل اللي فات واخيرا بتنجح في كده وبيموت ماجنس قائد جماعة ظهرة اللوتس بعدها كينين بتستغل اللي حصل وبتروح تتكلم مع جنوده بتقولهم ان قائدهم مات وبتطلب منهم يستسلموا وبتعرفهم ان في حرب هتبدأ في الاراضي الوعرة ومحتاجين كل جندي وبتحذرهم انهم لو خسروا الحرب دي بيلجرم هيسيطر على العالم بالكامل فبيوافق الجنود وبيعلنوا ولقهم لكينين الكارسى بقى ان بيلجرم بيبقى رجع يكمل خطته بدأ يكون جيشه وينزل مجموعات من الجنود للغرفة ويديهم الكوة الظلامية وبعد انضمام جنود ظهرة اللوتس لصاني وفريقه بيستعدوا للحرب وبيبدأ كل واحد في الفريق يجهز نفسه واسلحته وبرضو بيلجرم بيبقى كون عدد كبير من اللي عندهم كوة ظلامية والمسؤول عن تدريبهم وتعليمهم ازاي يستخدموا الكوة دي هو ام كي وبيستمر بيلجرم في تحويل الجنود باعداد كبيرة بيبقى عاوز يضمن ان لما ييجي وقت الحرب محدش يقف قدامه بيحول اي شخص لدرجة انه بيقرر يحول كيريسيدا لكن كيريسيدا بترفض لانها بتلاقيه بدأ يتغير لشخص تاني ولان برضو ما كانش هدفهم من الاول هو تدمير العالم طبعا بيلجرم بيتدايق انها بتعرض اوامره وبيبقى على وشك انه يخلص عليها لكن بيقطع اللي بيحصل ام كي واللي بيقوله ان جنود العدو وصلوا للجزيرة فبيخرج بيلجرم على برة يشوفهم وبيبدأ يقسم جنوده واول ما بيوصل صاني واللي معالي الجزيرة بيبدأوا الهجوم وفي النص التاني من الجزيرة تيلدا بتبقى مع الارمالة وجيوس ودول بنعرف ان مهمتهم هي تدمير الغرفة للابد وفعلا بينجحوا انهم يخلصوا على الحراس وينزلوا للغرفة لكن قبل ما يفجروا المكان بيلوي ام كي واقف وراهم وده بكوته بيبدأ يهجمهم وبيحاول يخلص عليهم هم التلاتة وبيدخل صاني وفريقه المغبأ بيلجرم وبتبدأ الحرب وبخبرة جنود ظهرت اللوتس واضح انهم متفوقين على بيلجرم واللي معاه ولان مون عاوز ينتقم لليديا بيدور على كيريسيدا واللي بيلاقيها قررت انها تتخلى عن بيلجرم وتسيب الجزيرة وتهرب بس للأسف قبل ما يقتلها مون بيجي جنود من وراي عطلوه ساعتها كيريسيدا بتستغل الفرصة دي وبتقدر انها تهرب في نفس الوقت صاني واللي معاه بيبقوا خلصوا على كل جنود بيلجرم ما بقاش فاضل بس غير انهم يقتلوا بيلجرم نفسه وتنتهي الحرب علشان كده بيبدأوا هم التلاتة هجمهم مع بعض وبيحاولوا انهم يتغلبوا عليه اما في الغرفة الارمالة وجيس وتيلدا بيبقوا مستمرين في هجمهم على ام كي واللي بيبقى برضو بسبب قوته متفوق عليهم بمراحل وقبل ما يقتل الارمالة بثواني بتتحرك تيلدا قدامها تنقذها وبتضحي بنفسها ولان تيلدا ساعدت ام كي زمان بيتصدم من اللي حصل في اللحظة دي الارمالة بتتعصب وكوتها اللي كانت مختفية بترجع تظهر وبسبب القوة دي بتهاجم ام كي وبتقدر انها تخلص عليه المراضي بما انه خلاص مصمم على اللي هو بيعمله ما بيبقاش في حل غير كده بعدها جيوس بيقول ان تيلدا لسه عايشة ولازم يخرجوا من هنا حالا علشان ينقذوها وبنرجع لصاني واللي معاه وهم مكملين في حربهم لكن بسبب كوة بيلجريم الموضوع بيبقى صعب جدا بالنسبة لهم الصدمة انه بيقدر يتغلب على صاني وبيطعنوا بالسيف ساعتها كينن بتستغل الفرصة وبتيجي تعلقوا بخطفين من ظهره بس للأسف بيضربها بيلجريم هي كمان وبيخليها يغم عليها فبيجي باجي بسرعة يشد السلاسل ويعلقوا في الهوى ويخليه مش قادر يتحرك وبيفضل ينادع على صاني ويطلب منه يقوم ويكمل مهمته للآخر فبيستجمع صاني اخر كوة في جسمه وبيطر يطعم بيلجريم وبيخلص عليه لكن للأسف بيقع صاني هو كمان على الارض وما بيبقاش قادر يتحرك اللي مش مفهوم اننا بنشوف عينب تتلون قبل ما يموت بسواني طبعا بطجي لما بيشوفه غرقان في دمه بينهار وبيتدهي انه خسر صاحبه وبنروح للأرمالة وجيوس اللي بيبقوا خرجوا تلدى للعربية واول ما بيبعدوا شوية عن الغرفة جيوس بيدمرها حسب الخطة وبيشوف مون الانفجار اللي حصل وبيعرف ان خطتهم اخيرا نجحت وبعد ما كل حاجة انتهت كينين وبطجي بياخدوا صاني يدفنوه لكن المفاجأة ان صاني بيطلع بشكل ما لسه عايش وده لان جوا عقله الباطن بنشوفه بيتكلم مع المعلمة واللي بتقوله انه قوته ظهرت وانقذته في اخر ثانية قبل ما يموت وبعد دقايق المفروض جسمه يكون عالج نفسه ويرجع تاني للحياة بشكل طبيعي وبس كده دي كانت نهاية المسم التالت والاخير من مسلسلنا فلو مكمل لحد هنا وعجبك الملخص ما تنساش تسيب لنا كومنت ولايك للفيديو وتشترك معانا وكالعادة كان معكم شعيب سلام